موسيقى اطراف الحوار توافق على جولة جديدة من الحوار السياسي في جنافا الاسبوع القادم والاتحاد الاوروبي اعتبرها فرصة اخيرة لاحلال السلام موسيقى حكومة الانقاذ تؤكد انها ستعالج عجز الميزانية على نحو لا يمس حاجة المواطنين وتنفي نيتها رفع الدعم عن السلع موسيقى مستشفى الجلاء في بنغازي يعلن انه استقبل حوالي واحد واربعين قتيلا وخمسمائة واربعة جرحة من القوات التابعة لما يعرف بعملية الكرامة خلال شهر ديسمبر الماضي نشرت منتصف الليل عبر شاشة ليبيا لكل الاحرار اهلا بكم اعلنت بعثة الامم المتحدة لدعم في ليبيا ان الاطراف الليبية وافقت على عقد جولة جديدة من الحوار السياسي الاسبوع القادم وقالت البعثة في بيان انطلقت ليبيا لكل الاحرار نسخة منه انها ستستضيف الحوار في مقر الامم المتحدة في جنب واكدت ان الهدف الاساسي من الحوار المزمع عقده توصل الى اتفاق بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمتع بدعم واسع وتمهيد الطريق لبيئة مستقرة للعملية الدستورية اضافتنا الى وضع حد للأعمال العسكرية لبضعة ايام واضافتنا هذا الحوار يعد فرصة مهمة لتمكين الليبيين من استعادة الاستقرار ومنع البلاد من الانزلاق نحو المزيد من النزاع والانهيار الاقتصادية ويبدو ان تصريحات التي سبقت زيارة الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في ليبيا بيرناردين وليون والتي طالب فيها المجتمع الدولي بضرورة التفكير بسياغ اخرى وتكلم بلغة مختلفة في ليبيا في حال فشل الحوار ولقائه بابرز الفاعلين السياسيين والعسكريين قد اثمرت نجاحه في جمع الفرقاء على طاولة الحوار المزيد في التقرير الاتي لقاءة تجرى للمرة الاولى بين الممثل الخاص الامين العام الامم المتحدة في ليبيا ورئيس بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا بيرناردين وليون وبين عدد من القادة العسكريين في المرج وطبرغ وطربولس تبعتها مشاورات ومحادثات حاثيثة مع الاطراف الفاعلة داخل البلاد لحل الازمة السياسية الخانقة التي تعيش على وقعها محادثة تمخضا عنها اتفاق بعقد جولة جديدة من الحوار الاربعاء القادم في جنب سويسرية مع شرط تجميد العملية العسكرية لبضعة ايام بغية ايجاد بيئة مواسية للحوار الامم المتحدة تعتبر ان ايقاف اطلاق النار وتوقف القتال هو امر في غاية اهمية حتى يتسنى للحوار السياسي ان يبدأ بشكل فاعل البعثة الاممية تعتبر ان ايقاف اطلاق النار وتوقف القتال يسمح للحوار السياسي ان يبدأ بشكل فاعل ويبدو ان هذا المقترح لقي تجاوبا من الاطراف الرئيسية في تبرغ والمرج وترابلس التي رأت في التشاور فيما بينها الحسم في هذا المقترح ولم تخفي البعثة الاممية قلقها بشأن نفاذ الوقت لمعالجة الازمة في البلاد وترى في الحوار السبيل الوحيد لعدم انزلاق الوضع الى منعطف خطير اليوم اعلمنا سيبدون بانه يقترح بدينة جينيف لحاضر الحوار الليبي نحن من الطرف ان يعلمناه باننا سوف نرجع للمؤتمر لانواقشهم في هذا الموضوع وسوف يقوم ببطء مجهود اممي ربما ساعد في نجاحه تصريحات ليون التي سابقت زيارته لليبيا والتي طالب فيها الاطراف الدولية ان تغير من خطابها لانجاح الحوار هذا ووصفات الممثلة العليا للامن والسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي في ديريكا موغريني الاجتماع المقرر الاسبوع المقبل في جنافا بين الاطراف الليبية بالفرصة الاخيرة لاحلال السلام والاستقرار في ليبيا واكدت موغريني خلال بيان صحفي ان هذا الاجتماع سيوفر فرصة حاسبة لجمع ابرز الفاعلين للتوصل الى حل سلمي يقوم على الحوار حسب تعبيرها هذا وقال رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينزيا ان ايطاليا ستطلع بدور قيادي في المسألة الليبية على المستوى الديبلوماسي اولا وكذلك في المشاركة في عملية حفظ سلام برعاية اممية في حال عدم نجاح محادثات جنافا المرتقبة وحسب موقع بلونبيرغا فقد اوضح رينزي في مقابلة مع قناة الاسيتي الايطالية ان بلاده يجب ان تنظر الى الازمة في ليبيا كقضية ذات اولوية مؤكدا ان ايطاليا تدفع باتجاه نجاح مفاوضات جناف ودعم الحل الديبلوماسي على حد قوله من جانبه رجح المحلل السياسي توفيق بوزيد في نشرة سابقة نجاح الحوار المزمع عقده الاسبوع القادم والتواصل الى اتفاق بشأن انهاء الازمة مثنيا على جهود المبعوث الاممي والتي جاءت متأخرة وفقا لوجهة نظره نأمل ان يكون رسالة هذه المرة الى اللواء المتقاعد رسالة مضمونها هو تحذيره من مغبة ما يقوم به من اعمال نعلم ايضا انه السيد اليون لم يقوم بعمله على اكمل وجه لاعداد الاطراف او لاعداد لهكذا اجتماع هو اجتمع بالاطراف السياسية وكذلك ربما الاطراف العسكرية ومن تم سيكون هناك استجابة لهكذا دعوة لوقف الاطلاق النار الى ذلك اكد استاذ العلاقات الدولية بجامعة السيربون محمد هنيد ان الاطراف الليبية ادركت ان القتال الداخلي لن يؤدي الى الا الى حلقة مفرغة ولن ينتصر فيه الا اعداء البلاد واكد هنيد في نشرة سابقة لقناة ليبيا لكل الاحرار على ضرورة ان يكون لهذا الحوار مخرجات اذا لم يكن هناك مخارج واتفاق على حول الشرعيات وحول الزيوجيات السلطة وحول تقاسم عن لقل السلطة او الوصول الى حالة وفاق او تكون شرعية وفقية فان هذا الحوار لم يكن له معنى يعني لم يكن للحوار مخرجات وقرارات منظمة يتفق حولها الاطراف ويمكن عن طريقها او من خلالها الشروع في بناء الدولة وانقاذ ليبيا فان ذلك لا معنى له يعني هذا الحوار قالت اناطقة باسم الخارجية الامريكية جين ساكيا ان واشنطن تتابع عن كثب الوضع في ليبيا مؤكدة التزام بلادها بمساعدة شعب ليبي وحكومته لبناء نظام يوفر الاستقرار والامنة لليبيا هذا الحادث يؤكد حاجة المجتمع الدولي للاستمرار في دعم الشعب الليبي وحكومته في هذه المرحلة الصعبة الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة ليبيا لبناء نظام شامل للحكم يلبي الحاجات الاساسية للشعب ويوفر الاستقرار والامن ويتصدى للمخاطر نفى وزير التغطيط بحكومة الانقاذ الوطني احمد القدار نية الحكومة اعتماد سياسات للتقشف مؤكدا عزمها معالجة العجز في الميزانية على نحو لا يمس حاجات المواطنين نحن لن ننتهج له اسلوب التقشف وحسب ما تم ذكره وتواصله في شبكة التواصل الاجتماعي نحن نسعى كحكومة الانقاذ الوطني الى تصحيح مسار يعني كيف تصحيح مسار؟ ان حجمة الانفاق في سنة 2014 وعلى سبيل المثال ليس مثلا بسر لهو مثل في قيمة المرتبات قيمة المرتبات التي دفعت تمثل 56% من حجم الانفاق الفعلي كما نفى القدار الانباء المتداولة عن رفع الدعم واكدنا ان الامر يتعلق باستبدال الدعم السلعي بدعم نقدي وان ذلك لن يتم الا بتحقيق جملة من الشروط لن نقدم على استبدال الدعم النقدي بدل السلعي الا متوفر شروط هذه طبعا شروط وجود طبعا قرارات تنظم من حيث آلية التنويل وقيمة التنويل ولولا قد الله صارت متن كارثة انتابت متن البلد ايش الدولة ما تغيبج عن اولادها مهما كانت الظروف هذه واحدة الى جانب يجب ان يكون في مخصص نقدي مخصص نقدي خاص باستبدال الدعم النقدي بدل السلعي اللي هو في الحساب اللي هو البنكي قال ناطق رسمي باسم حرس المنشأة النفطية التابع لابراهيم جذران علي الحاسي ان القوات التابعة لهم تمكنت من صد هجوم للقوات التابعة لعملية الشروق في منطقة الواقعة بعد مدينة بن جواد مشيرا الى سقوط عدد من القتلى والجرح من القوات التابعة للشروق حسب قوله واكد الحاسي مقتلى اربعة اشخاص وجرح سبعة اخرين من القوات التابعة لهم جراء الاشتباكات الاخيرة واشر الحاسي لاستمرار الاشتباكات في مدينة بن جواد وعلى مشارفها نافيا وجود اشتباكات في منطقة بوابة مناء السدرة قال المتحدث باسم المجلس الاعلى للدفاع محمد عبد الكافي ان قوات ما يعرف بعملية فجر ليبيا تمكنت السابت من اختراق صفوف قوات ما يعرف بجيش القبائل اثرى عملية استخباراتية بمحيط قاعدة الوطية وبحسب عبد الكافي استطاعت قوات ما يعرف بفجر ليبيا تحديد احداثيات تمركز قوات ما يعرف بجيش القبائل عقب العملية وهو ما مكنه من اصابة هذه القوات اصابات مباشرة بمثلثة العقربية بدوره قال الناطق الرسمي باسم القوة الوطنية المتحركة صبح جمعاء ان اشتباكات بالاسلحة الثقيلة تجري حاليا في المنطقة المحيطة بقاعدة الوطية الجوية وخصوصا في محاور جنوب صبراطة والزرير كل ما في الامر قواتنا تسيطر على عدة محاور ونقاب في مجاورة لقاعدة الوطية الجوية وهناك بعض القوات تصل الى مسافات ربما قريبة جدا من محور القاعدة وتطال المدفعية بين الحين والاخر داخل قاعدة الوطية الجوية سنشهد خلال الايام القادمة القريبة ان شاء الله تطورات اخرى وستصل ربما هذه التعزيزات وصلت وستصل قواتنا الى مسافات ربما افضل من الان قال مصدر عسكري في القوات التابعة لما يعرف بفجر ليبيا في محور بير الغنم ان قواتهم حققت تقدما بعد اشتباكات عنيفة في المنطقة المحيطة بمصنع تباشير في بير الغنم واضف المصدر ان القوات التابعة لهم تمكنت من السيطرة على تلة استراتيجية في المنطقة المطلة على مصنع التباشير واجبار القوات التابعة لما يعرف بجيش القبائل على الانسحاب من هذا الموقع دنت مؤسسات المجتمع المدني في الجفرة القصف الذي استهدف مطار المدينة من قبل طيران اللواء المتقاعد خليفة حفتر في الوقت الذي تستعد فيه للبدء في حوار شامل بين الفرقاء مطالبة بان يكون الحوار شأنا داخلينا لليبيا ان مؤسسات المجتمع المدني تؤكد على الآتي على ضرورة الحوار الليبي الليبي ان الدمى الليبي وممتلكات ليبيا يجب ان تكون خارج الصراح ثالثا ان ما يقوم به المجرم حفتر هو جريمة حرب لما نتج عنها من تهجير لأهالي مدينة بنغازي اكد المكتب الاعلامي لمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في مدينة بنغازي استقبال المستشفى ما يقرب من 41 قتيلا و504 جرحى من القوات التابعة لما يعرف بعملية الكرامة خلال شهر ديسمبر الماضي وحده واضف المصدر ان الاصابات تنوعت بين الخطيرة والمتوسطة والبسيطة مشيرا الى انه تم اسعاف اغلبهم من مناطق الصابر والليثي وجاريونس وسوق الحوت وفي بنغازي ايضا حيث قال مسؤول الجناح الاعلامي بمجلس شورة ثوار بنغازي عبد الرحمن محمد ان قواتهم تحقق تقدما في منطقة الليثي منوها الى ان هناك عدة دبابات او عدة دبابات للكتيبة 204 التابعة لللواء المتقاعد خليفة حفتر تقصف بشكل عشوائي محيط الكتيبة واضح محمد ان قوات الشورة تمكنت من تدمير مدرعة بي ام بي في منطقة الصابري مضيفا ان قوات حفتر تراجعت في المحور الغربي للمدينة بعد سيطرتها على عدة نقاط في الايام القليلة الماضية واكد احد مقاتل ما يعرف بمجلس شورة ثوار بنغازي عبد السلام عبد الله ان قوات المجلس في منطقة الليثي في وضع جيد مؤكدا ان مقاتل المجلس انتقلوا الى وضع الهجوم على قوات ما سماها قوات الصحوات في بهديمة انتقل الثوار من مرحلة الدفاع الى مرحلة الهجوم بإمكانك القول ان منطقة بهديمة حاليا محاصرة محاصرة من جهة شارع قصر عبد اسماعيل محاصرة من جهة شيل فرجاني محاصرة من جهة سمافرو الخليج محاصرة من جهة كوبري الخليج محاصرة من جهة سمافرو المديرية الى اخره مرحلة الليثي او الدفاع عن الليثي بفضل الله عز وجل ومن انتهت ولم تقتصر تدعية الصراعات المسلحة في ليبيا على الاقتصاد والسياسة فحسب بل اثرت حتى في النسيج الاجتماعي داخل المدن ليبيا المزيد حول هذا الموضوع في سياق التقرير الاتي للصراعات المسلحة في ليبيا اثار اجتماعية سلبية وتأثيرات مباشرة يصعب تجاهلها لعل من ابرزها تآكل البنية الاجتماعية التي كانت منصهرة منذ مئات السنين رئيس مجلس اعيان ليبيا للمصالحة محمد لنبشر يقول ان الاثار الاجتماعية السلبية التي ستخلفها الحرب ستورث ناصحا بضرورة الكف عن الزج باسماء المدن في الصراعات والابتعاد عن توظيف القبيلة في المماحكات السياسية من جهته قال المؤرخ الليبي فرج نجم ان الصراعات المسلحة عكست على النسيج الاجتماعي وزادت من حدة العصبية للقبيلة معولا على الدور التاريخي للقبائل في معالجتها واعتبر الامين العام لهيئة علماء ليبيا نادر العمراني ان الحرب شجعت الناس على الاستهتار بسفك الدماء مستنكرا من الجرأة التي ظهرت في انتهاك الحرومات عضو هيئة التدريس بقسم العلوم الانسانية بكلية التربية السامية مخلوف كان لها رأي مغاير تماما حيث قالت ان للحرب اثارا ايجابية مضيحة انها احدثت نوعا من التآلف بين الناس ورفعت من الحس الانساني بالاخر مستدلة بالمبادرات الفردية والاعمال التطوعية لمساعدة الناس اثار يرى مختصون ان حلها لن يكون يسيرا وتداعياتها ستبدأ فور وقف نزيف الدماء وستدوم لمدة ليست بالقصيرة افدى مصدر من مجلس شورى مجاهد درنا بسقوط اربعة قتلى من عناصره في الاشتباكات التي جرت الخميس بالقرب من مدخل عين مارا حيث وصلت قوة تابعة للمجلس الى بوابة سماطة واشتبكت مع قوات موالية لحبطر وكان مصدر طبي قد اكد مقتل خمسة عناصر من قوات ما يعرف بعملية الكرامة وجرح اخرين مؤكدا ان احد القتلى من منطقة القبة والاربعة الاخرين من عين مارا جدير بالذكر ان الاشتباكات استخدمت فيها الاسلحة الثقيلة والمتوسطة واستمرت حتى ساعة المتأخرة من الليلة اكد امير العمليات في القوة الثالثة بسبها محمد ضرات مقتل احد افراد الشرطة في المدينة مساء الجمعة خلال تبادل لاطلق النار امام احد المحال التجارية بحي جديد شمالية سبها واضاف ضرات ان الشرطية كان يتسوق من المحل التجاري عندما سطت مجموعة مسلحة على المحل لسرقته وتم تبادل اطلاق النار بينه وبين المسلحين ما ادى لمقتل الشرطي فيما لادى المسلحون بالفرار دون التعرف عليهم واوضح امير العمليات في القوة الثالثة بسبها اصابة بعض المواطنين الذين كانوا في موقع الحادث منتصف الليلة المتواصلة فيها بعد الفاصلة الناتج المحلي الخام في ليبيا ضمن الافضل افريقيا رغم الاستراب السياسي والاقتصادية اطراف الحوار توافق على جولة جديدة من الحوار السياسي في جناف الاسبوع القادم والاتحاد الاوروبي يعتبرها فرصة اخيرة لاحلال السلام حكومة الانقاذ تؤكد انها ستعالج عجز الميزانية على نحو لا يمس حاجات المواطنين وتنفي نيتها رفع الدعم عن السلع مستشفى الجلاف بنغازي يعلن انه استقبل حوالي واحد واربعين قتيلا وخمسمائة واربعة جرحة من القوات التابعة لما يعرف بعملية الكرام خلال شهر ديسمبر الماضي اهلا بكم من جديد خلص تحقيق ناجرته السلطات البريطانية في سلسلة اعتداءات جنسية ارتكبها بعض المتدربين الليبيين في بريطانيا الى ان اجراءات الامن في معسكر التدريب كانت غير كافية وذكرت وكالة رايترز ان الحكومة البريطانية حققت في الواقع بناء على طلب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون بعد ان لغت في نوفمبر الماضي برنامج تدريب شامل او يشمل 328 جنديا لبيانا في قاعدة باسينغ بورن لتدريب التي تقع على مقربة من كامبنبرج وذلك بعد وقوع عدد من الاعتداءات الجنسية في المنطقة المحيطة بالمعسكر صنف موقع نكست افريك ليبيا من بين الدول الافريقية الافضل من حيث الناتج المحلي الخام وذلك رغم الاتراب السياسي الذي يؤثر في اوضاعها الاقتصادية واعتبر الموقع ان صادرات ليبيا من النفط التي تعتمد عليها بشكل شبه جعلتها لفترة طويلة من بين الاقتصاديات الافريقية الاكثر ازدهارا مشيرا الى انه رغم تدعية الوضع السياسي فان المقدرات النفطية لا تزال تمنح ليبيا مكان من بين البلدان الافريقية الاقوى من حيث الناتج المحلي هذا وصنف الموقع ليبيا في المرتبة التاسعة وتجاوز الناتج المحلي الخام لبي خلال العام المنصرم 73 مليار دولار دنى مركز الدوحة لحرية الاعلام استهداف مبنى تلفزيون النبأ الاخباري الليبي بقذيفتي اربي جي امس الجمعة وعبر المركز عن تضامنه مع كل العاملين في القناة داعيا كل القوى المتصارعة الى تحييد الصحفيين والمؤسسات الاعلامية عن السراعات هذا ودع المركز كل الاعلاميين الليبيين الى تجنب خطاب التحريض فيما بينهما قال عميد بلدية اوباري احمد المرتضى انه سيتم تفعيل لجان الازمة في المدينة بهدف توفير المساعدات لكافة نازحين واكد المرتضى في سياق تصريحاته لقناة ليبيا لكل الاحرار تواصل الاشتباكات بشكل متقطع منذ يومين في المدينة الامر الذي يأتي بالتزامن مع انقطاع الكهرباء والماء هذا وتشهد المدينة اوباري اشتباكات المسلحة بين مسلحين من قبائل التبو وطوارق كانت قد عرقلت العديد من المساعي نحو التهديئة بين الاطراف قال احد المتطوعين المدنيين في طرابلس لقناة ليبيا لكل الاحرار ان احد نازح مخيم تورغاء في طريق المطار بطرابلس توفي الاصبوع الماضي بسبب البرد ونقل المتطوع محمد جرنزا او جرزا عن نازحين بان المخيم يعيش حالة مأساوية للغاية وانه توجد به عيادة طبية يزورها اطباء متطوعون لكن تنقصها الادوية والمعدات اللازمة واضاف جرزا ان العديد من الاسر في المخيم لا تملك ما يكفيها من المواد الغذائية اضافة الى ان اغلب الغرف التي يقتنونها لا تحتوي على ابوابنا ولا نوافذة سلمت مؤسسة اثار للعمل الخيري والتنمية في سرط مساعدات انسانية واعانات الى الاسر النازحة والمحتاجة الموجودة في المدينة واوضح المدير العام للمؤسس عبد الحكيم مشريا المؤسسة وزعت الجمعة 800 متفأة واكثر من 1200 سلة غذائية على العائلات من الاسر النازحة الى مدينة سرط وكذلك الاسر ذات الدخل المحدود واشار مشري الى اطلاق حملة جديدة خلال الايام القادمة لتوزيع بعض المساعدات في سرط وضواحيها اقيمت في جامعة عمر المختار فرع طبرق ورشة عمل حول مرض انفلوانزا طيور تخلى لها القاء العديد من المحاضرات عن هذا المرض وطرق الوقاية منه واستعرضت خلال الورشة الية تطور المرض وطرق انتقاله وذلك بحضور مدير مركز طبرق الطبي ومنسق قطاع السحة وشدد الحاضرون على ضرورة القيام بحملات توعوية مشابهة في كافة المدن الليبية مطالبين بتوزيع المطويات التحضيرية في المدارس وامام المساجد لتوعية المواطنين بكيفية اكتشاف المرض مبكرا ليتم علاجه تمكن افراد الامن والحراسة بالسرية العسكرية عند بوابة السدادة شرقية مصراطة من ضبط 12 مهاجرا غير قانوني حيث اكد مسؤول السرية العسكرية بالبوابة احمد محمد بالا لقناة ليبيا لكل الاحرار ان المهاجرين ينتمون لجنسيات افريقية وعربية متنوعة منوهن الى انه تم ترحيلهم الى مركز امني في منطقة لكراريما ونبقى مع المهاجرين حيث قالت البحرية الايطالية انها انقذت نحو 783 مهاجرا من زوارق في البحر المتوسط خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية واضافت البحرية الايطالية ان سفينتها ليبرا نقلت المهاجرين الى الاراضي الايطالية بعد ان انتشلتهم من ثلاثة زوارق مختلفة اعترضتها في المياه الاقليمية بين ليبيا وجزيرة سيقلية وتقوم البحرية الايطالية بدوريات في البحر المتوسط كجزء من المهمة تريتون وهي مهمة خصصة لمراقبة الحدود في الاتحاد الاوروبية وعلى الرغم من سوء الاحوال الجوية فان تدفق المهاجرين من الاراضي الليبية تجاه السواحل الايطالية لم ينقطع مستغلين الوضع الامني في البلاد وضعف رقابة المفروضة على الحدود الليبية مع دول الجوار المزيد في هذا التقرير على الرغم من سوء الاحوال الجوية والانخفاض الكبير في درجات الحرارة يستمر تدفق المهاجرين غير القانونيين عبر السواحل الليبية باتجاه الشواطئ الايطالية رحلة الموت مدفوعة الاجر كما يسميها المهاجرون غير القانونيين يدفع فيها المهاجر الواحد ما بين الف والفي دولار امريكي وتدوم ما بين يوم واحد الى اكثر من خمسة ايام في حال وصول القارب الى الشواطئ الايطالية وتتم عبر قارب متهالك يحمل اضعاف قدرته على التحمل مع احتمال فقدان الماء والغذاء قبل الوصول الى السواحل الايطالية قبل عشرة ايام قالوا لنا هناك رحلة لذلك ذهبنا الى احد الاماكن حيث وضعونا في سيارات ونقلونا عبر السخور ليتم فيما بعد نقلنا على متن قارب صغير ومن ثم الى هذه السفينة التي تراها خلفي حيث نفض الغذاء والماء بعد خمسة ايام من وجودنا على متن السفينة الوضع الامني وغياب الرقابة على الحدود الليبية مع دول الجوار جعلها مقصدا للالاف من اللاجئين الفارين من العنف في بلادهم للخروج من احد موانئها باتجاه السواحل الايطالية لا سيما السوريين والفلسطينيين اضافة الى جنسيات افريقية مختلفة حيث وصل خلال الاسبوع الماضي وحده ما لا يقل عن 800 من المهاجرين غير القانونيين الى السواحل الايطالية قدم اغلبهم من ليبيا وتقول وكالة اللاجئين التابعة للامم المتحدة ان اخر احصائية لاعداد اللاجئين بيانت ان اعداد المهاجرين منذ بداية عام 2014 ولغاية نوفمبر الماضي وصل الى اكثر من 160 الف مهاجر الى السواحل الايطالية من بينهم الاف لقوا مصرعهم قبل اتمام الرحلة والان الى جديدة صفحة ارياضية واحدة مدرب فريق الاتحاد الليبيا الفرنسي بيرلوشينت جماهير النادي الاتحاد بتحقيق نتائج جيدة في المسابقة الافريقية واكد ان داء اللاعبين سيتحسن اكثر في المعسكر التدريبية الثاني الذي سيدخل الفريق بتركيا في الحادي عشر من يناير الجاري بعد ان يخذ الفريق مباريات ودية مع بعض الفرق التركية القوية وعلى ملاعب دات جودة عالية وجدت فريقا ممتازا ولعبين صغارا وسنعمل بحرافية معسكر تونس يعد ناجحا وبدأنا في العمل على الرسم التكتيكي للفريق الذي سيتحسن في معسكر تركيا بعد اجراء عدد من المباريات القوية هناك وستكتمل الصورة النهائية بعد التحاق اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم النادي نظمت اللجنة الفرعية للملاكمة بطرابلس مهرجان الاستقلال الثالث للملاكمة الذي اقيم بصالة الاتحاد العسكري بمشاركة ثلاثين ملاكما يمثلون اندية الاتحاد وقرقارج والاتحاد العسكري والخمس والمحلة وطارق بن زياد والاهلي وقال سيد جبران الزغداني رئيس اللجنة الفنية للملاكمة لليبيا لكل الاحرار ان هذه التجمعات تشكل البنية الاساسية لتجهيز الملاكم واعداده مضيفا ان اللجنة تسعى الاختيار عدد من الملاكمين الواعدين لتمتيل المنتخب الوطني نجح المنتخب الصيني في الفوز على نظيره السعودي بهدف نظيف ضمن المجموعة الثانية لبطولة كأس امم اسيا في استراليا اداء المنتخب السعودي كان قويا وسنحت له فرصة للتجيل من ركلة جزا لكن نايف هزازي لم يفرح في تجيلها وتمكن حارس المرمى الصيني من ابعادها واحرز هدف اللقاء للمنتخب الصيني المهاجم يوهاي في دقيقة الثمانين من عمر اللقاء افتتح المنتخب الكوري الجنوبي مبارياته ضمن المجموعة الاولى بكأس اسيا لكرة القدم بفوز صعب بهدف دون مقابل على سلطانة عمان واحرز تشو يانج تشول هدفه الدولي الاول مع منتخب بلاده مباشرة قبل نهاية الشوط الاول ورغم محاولات المنتخب العماني تحقيق التعادل الا ان تألق الحارس الكوري كيم جين هيون حرم المنتخب العماني من التعادل وبهذا الفوز يحتل المنتخب الكوري الجنوبي المركز الثاني بين فرق المجموعة الاولى بعد استراليا الدولة المضيفة ولازلنا في القارة الصفراء حيث حقق المنتخب الاوزباكي فوزا غاليا على منتخب كوريا الشمالية بهدف دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب ستاد سيدني ضمن منافسات المجموعة الثانية سجل هدف الفوز للمنتخب الاوزباكيستاني ايجور سيرجيف في دقيقة الثانية والستين من عمر المباراة وإلى التذكير بأهم العنوين أطراف الحوار توافق على جولة جديدة من الحوار السياسي في جنافا الأسبوع القادم والاتحاد الأوروبي يعتبرها فرصة أخيرة لأحلال السلام حكومة الانقاذ أكد أنها ستعالج عجز الميزاني على نحو لا يمس حاجات المواطنين وتنفي نيتها رفع الدعم عن السلع مستشفى الجلاء في بنغازي يعلن أنه استقبل حوالي 41 قتيلا و504 جرحة من القوات التابعة لما يعرف بعملية الكرامة خلال شهر ديسمبر الماضي ختام النشرة دمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر